سوريا بلد عبور بامتياز للمخدرات نظراً لموقعها الجغرافي وتوسطها للقارات بهذه الوقاحة يتباهى مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسين جمعة الشهر الماضي بأحد إنجازات أسد ويشمل هذا التصريح محافظة درعا التي باتت مرتعاً لنظام أسد وميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني خاصة الحدود السورية الأردنية منذ عام 2018 وبالتالي أصبحت هي وباقي محافظات الجنوب السوري نقطة لانطلاق عمليات التهريب باتجاه الأردن ودول الخليج العربي وفي هذا السياق أعلن الأردن ضبط العديد من عمليات التهريب من سوريا آخرها اندلعت خلالها اشتباكات تسببت بمقتل وإصابة عدد من المتسللين فيما ترجع الباقون إلى الداخل السوري وبعد تفتيش المنطقة من قبل الجيش الأردني تم ضبط ألف وتسعمائة واثنين وأربعين كف حشيش وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة حبة كيبتاجون وعبوة من مادة الكريستل المخدرة بحسب مصدر عسكري أردني ويوسع حزب الله ونظام أسد عمليات تهريب المخدرات عن طريق الأردن بعد أن تجاوزت شهرة ميناء اللاذقية وترطوس المكسيك بتجارة المخدرات حيث سبق أن ضبطت رومانيا شحنة مخدرات قادمة من ميناء اللاذقية وأخرى من دبي بقيمة مليون درهم وأخرى بقيمة نصف مليون يورو في اليونان دون نسيان أطنان الحشيش التي تضبطها مصر سنوياً والمخبأ ضمن السلع الغذائية وعبوات الحليب المصنعة في معامل رام مخلوف فهل سيصبح الأردن طريقة تجارة البرية لمخدرات حزب الله وإيران باتجاه السعودية وباقي دول الخليج؟ الله يعطيك ألف عافية شباب